تبارك الذي بيده الملك وهو عباب لشيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الرفور الذي خلق سبع سماوات طباق ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر حل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر فرسئا وهو حسير ولقد زينا سماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوا للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وفرس النصير إذا أوقوا فيها سمعوا لها شيطا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما أوقي فيها فوج سألهم خزنتها سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فيه أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحبا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه معليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذنولا فامشوا في مناكبها فامشوا في مناكبها وكلوا من رزبه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا لنا الطير فوقهم صافات ويقبر ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جنود لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في القرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه فالذجوا في عدوهم ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدا أمن يمشي سويا على أصلاق مستقيم قل هم الذين أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفقدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأى الرزل فتنسي أتوجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم فورا قل أرأيتم إن أصبح ماء معين قل أرأيتم إن أصبح ماء قل أرأيتم إن أصبح ماء ماء معين